يا مرحبا والله سهلا وحياكم الله انا متعود اي تجربة تمر فيني احاول انقلها لكم لان انا متأكد ان التجربة هي خير برهان صحيح الدراسات حلوة النظريات حلوة وهي فعلا ترى تعتبر شيء اساسي في الحياة لكن الاشياء اللي احنا نمارسها في الحياة هي تجارب احيانا طبعا ممكن بعض الاشخاص يكون تجاربهم مختلفة عن تجارب لذلك لو شفت معلومة عكس اللي انت مرت عليك فاعتبر انه هذه تجربتك وهذه تجربتي انا فانا انقل تجربتي ما انقل شيء يعني متوقع فيزا الشنغن طبعا فيزا الشنغن اللي ما يعرفها هي فيزا اوروبية تدخلك لجميع دول اوروبا طبعا ما عادة بريطانيا بريطانيا خلاص طلعت لكن جميع تقريبا دول اوروبا باستثناء روسيا اعتقد كم دولة هي تدخلك فيها خلاص طلعها مثلا اعطوك ست شهور اعطوك سنة اعطوك سنتين اعطوك خمس خلاص هذه الفيزا وتساثر فيها لاي دولة في اوروبا طبعا معلومة مهمة بعض الدول اذا طلعت فيزتك مثلا من الايطالية ورحت اول مرة لالمانيا مطار المانيا يمكن يرجعك لانك انت ما رحت ايطاليا بعض الدول تستقعد بعض الدول لا ما عندها مشكلة فلذلك لو واحد يقول لك اه عادي انا رحت للدولة هذي دخلوني هي تختلف من دولة لدولة ترى مو مو كلهم نفس النظام كل واحد على كيف فبعضهم يقول انا ابغى اطلع فيزا شنغن من بريطانيا انا طلعتها من السعودية وطلعتها من بريطانيا ابعطيك تجربتي من بريطانيا وبعطيك تجربتي من السعودية وكلها كانت بالنسبة لي يعني سيئة تجربتين كانت سيئة الاسباب راح اذكرها لك طبعا طلعت الفيزا واصدرت للفيزا وسافرت لكنها كانت سيئة للاسباب اللي بتجيك ان شاء الله اول مرة طلعت الشنغن طلعت الشنغن من بريطانيا طبعا اختلاف التقديم والاجراءات تختلف احنا هنا في بريطانيا يعاملونك ما يعاملونك كأنك في السعودية السعودية يعطونك فترة يعني اقل شي بيعطونك في السعودية ستة شهور اقل شي بريطانيا لما جي تقدم طبعا رحت الادنبرا اادنبرا هنا في سكوتلند اجراءاتهم شوي غثيثة ما فيها تحس انك تحس انك رايح تقدم يعني جالس تطر طرارة وانت دافع رسوم ودافع وكانت اجراءات شوي مملة وصعبة وطلباتها صعبة لذلك انت ابحث اذا جيت تطلع من بريطانيا لازم تبحث اكتب اكتب في جوجل يعني فيزا شنجلن مثلا فروم سبين فروم فرانس جاي زي كذا بيطلع لك مكاتبهم انا طلعتها من الاسبانية في ادنبرا المهم ليش سيئة لانهم عطوني 23 يوم بس 23 يوم وهذا اللي بيحصل معك بيعطونك انا عرف واحد من الشباب اعطوا الظاهر اقل من 20 يوم لان رايحه 10 ايام اعطوا يمكنك 16 يوم فقط تخيل يعني ما تسوى تعبها ومرمطتها هذه كلها هذا تجربتي انا وتجربة صديق لي في السعودية ليش الافضل انك تطلعها من السعودية اول مرة طبعا لازم تبصم اول مرة وغير كذا بيعطونك من 6 شهور الى ساعة وترى كل من صار في حسابك البنكي مبلغ كويس بيرفعون لك المدة غالبا طبعا تغتل في بعضهم يقولون فرنسية يعطوني خمس بعضهم يقولون يونانية يعطوني كذا بعضهم الايطالية كل واحد على حسب الهيستري حقه كل واحد انت لو جيتهم ومعك حساب بنكي في مبلغ جامد وانت اصلا رعي سفريات وشافوا الهيستري حقك بيعطونك مدة لكن لما جيت تجيهم انت وفي حسابك مثلا 6000 ريال ولا 7000 ريال وتبيهم يعطونك خمس سنوات ولا ثلاث سنوات ولا حتى سنتين يعني 6 شهور ويا الله انا طلعتها ترى على فكرة المرة الاولى من السعودية كانت بكشف حساب بريطاني وبتعريف من الملحقية وطلعتها من السفارة الاسبانية عطوني فيها سنة عطوني اتوقع فيها سنة المرة الثانية رحت له من الاسبانية وقالوا ما نطلعها لك لانه كشف حسابك مو بسعودي رح طلعها من بريطانيا قلت لهم طيب هذه فيزتي عندكم وانا نطلعها من عندكم اللي راحت وا 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 قالوا لا لازم مدري ايش طبعا وقفت عليهم بحجة دريت انهم ما عندهم سالفة كلها موظفتين تقريبا ما يعرفون حتى اللي على استقبال ما كانت عرف تقر انجليزي تخيل اللي في استقبال مقر السفارة او المكتبة الاسبانية في عرقة في الرياض ما تعرفت قر انجليزي لما نوقفتها وندت لوحدها موظفة ثانية قلت لهم هذي 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 شوفي بياناتي عندكم انا مطلعها بنفس الاوراق هذه طبعا خلنا نتكلم بالواقع المرأة في المواقف هذه ما عندها اي حل طلعت من عندهم وقدمت على الطريق الايطالية وحتى من جدة طلعتها برضو طلعت لي ستة شهور تخيل لذلك حاول ستة شهور نعمة ولا ثلاثة وعشرين يوم لكن الشي الزين والشي الحلو انك وقت التجديد من يعني الآن انا مثلا انا في بريطانيا ابي طلع لي فيزة انا جالس اشيك على تذاكر السعودية بيانزل زيارة ولا بيستخدم تذكرة السنوية وفي تذاكر خيصة يعني عن طريق مانشستر ميلانو ميلانو الرياض لقيتها بمئتين باوند لقيت عن طريق مانشستر مانشستر فينيسيا فينيسيا الرياض عن طريق وز بمئة وثمانين باوند وقفة واحدة يعني اقص بمئة وثمانين ولا بمئتين ولا اقص لي بسبعمية ولا ثمانية باوند سوري فرق 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 يعني تكلم انت على ثلاثمائة في المية فرق في السعر هذا تكلم ترى على البريطانية سبعمية باوند ثمانية باوند على السعودية بتاخذها ما ما عنكو عن ألف باوند ألف ومية ألف وميتين إلى ألف وارمائة باوند انا مش هيك عليها هذه ميزة الشنغن انت الآن وانت في بريطانيا اذا انت مبصم كلم أحد في السعودية مختص في استخراج الفيز وسأله انا طلعت فيزة وعندي فيزة منتهية وانا مبصم وانا كذا كذا ابي أجدد فيزتي اقدر ارسلك جوازي بيقول لي ارسل جوازك وهذه الطلبات تحول مبلغ والرسوم والأتعاب حقتهم وترسل جوازك ويجيك لبريطانيا وكذا انت تقدر تطلع من بريطانيا على السعودية تذاكر الخيصة ليش؟ لانه الترانسيت عن طريق ايطاليا لازم شنغن لكن عن طريق امستردام على السعودية ما تحتاج الشنغن عن طريق باريس على السعودية على الخطوط السعودية ما تحتاج الشنغن لاني جربت انا خط امستردام جربت خط باريس اهم شيء انهم بيسألوني كناك عن البي ار بي طبعا خاصة في مطار امستردام اتذكر فهذه ميزة الشنغن انها تكون معاك بريطانيا غير كذا غير كذا انت كمبتعث عروض الطيران هنا في بريطانيا ترى مجنونة تجيك عرض والله والله واحد يسولف لي قبل كم يوم واحد طلع مدري ايطاليا مدري اسمانيا مدري وين طالع رايح جاي بتسعين باوند بتسعين بتسع باوند بتسع باوند رايح جاي انا اعرف واحد رايح الميلانو من نيو كاسل باربع طعش باوند رايح جاي يعني ويكند اطق طلع هناك وروح اتمشى وسع صدري وارجع واحد عرفة رايح البرشلونة باوند رايح جاي طبعا هذي مو دايم هذي الفترة الميتة الفترة الميتة في السفر يعني والله انا في جال حين نوفمبر خلاص نوفمبر منلي بيسافر كل العالم مدارس وبرد ورب باردة اصلا زي كذا تبحث وسط الاسبوع طيرات فاضية اصلا هذا وشي سوي هذا ماركتنج كرسي فاضي خل الراكب يجي وسوي لنا ماركتنج وهذا اللي حاصل ف مثل ما قلت لك بريطانيا انقدرت ان كنت مضطر عندك مؤتمر طلعها من بريطانيا اذا انت مضطر عندك موتر بتحضرها في بريطانيا اذا انت تقول لا والله انا عندي وقت نصيحة لك طلعها من السعودية تكون فترة اطول وغير كذا يكون عندك فرصة انك تطلع باريس تطلع برشلونة تطلع مدريد تطلع زي كذا ايطاليا قبل ما ترجع للسعودية يكون عندك وقت انك تسافر تختي ميني سار هذه تقريبا التجربتي انا اتمنى انها فهدتكم ونصيحة لك اذا بتطلع ابتعاثي لبريطانيا لا تجي الا معاك شنق افضل لك عشان تختصر موضوع ويكون عندك تجارب حلوة في بريطانيا او على مستوى اوروبا طبعا هنا في فترة دراستك موفقين ان شاء الله ونشوفكم على خير